السلام عليكم ورحمة الله تكلمنا في مقطع سابق عن الشعر والنظم وأثناء كلامنا عن الشعر في محاورات الزامل قلت أنه من ثلاثين سنة تقريبا أو أكثر لم أسمع قصيدة جميلة في زامل ترتقي إلى المستوى المطلوب الصحيح لم أسمع محاورة الزامل لأن القصيدة ما وصلت أبياتها إلى ستة والبعض يقول سبعة فما فوق ولكن الشعر الزامل هو شعر محاورات البعض قال معقولة ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة لا يوجد شعراء لا الشعراء موجودين وعندهم الإصطاعة لأن يقولوا كلام جميل وأفضل مما يقال الآن ولكن هناك ظروف وأسباب حاطت بالشعراء وأستسلموا لها من هذه الأسباب تدني الذوق العام لدى المتلقي أصبح الجمهور يهتم بالكيف لا بالكم لا بالكيف يعني يهمهم الشعر يقول أكبر عدد من الأبيات لكي يقول هذا بشاء الله شعر قوي وشعر اللي حاول ينتقي كلماته تكون أبياته فيها قوة ورصانة يتأخر يقول لك هذا مسكين شعر ضعيف وهنا الشعر انجر وراء هذا وأراد أن يرضي الجمهور فأصبح يهتم بالكم أكثر من الكيف هذا أعتقد أنه أحد أسباب اللي أدتي لتدني مستوى الشعر في المحاورات سواء كان زامل أو دان السبب الثاني قد يرجع إلى كثرة عدد الشعراء فقديما كانت المحاورة تكون بين شعرين أو أربعة شعر على الأكثر لكن الآن في وقتنا الحاضر أصبح يحضر المحاورة ثمانية وحيانا يوصل لعدد العشرة شعراء وأكثر كثرة عدد الشعر يسبب إرباك للمحاورة يسبب تفكك للكلاب يطرح موضوع الشعر رقم واحد ما يجي لوقت المشاركة عن الشعر رقم ثمانية إلا وقل نسي الموضوع كذلك الشعر يعد له كم بيت يوقع الفرصة لمشاركته يخرج شعر قبله ويأخذ جزء من قوافي هذا الأبيات فيضطر الشعر إلى ارتجال قوافي على وجه السرعة لكي لا يتضيع عليه فرصة المشاركة فيختار قوافي ركيكة قد يختار قوافي أحيان ليست ذات معنى تأثر على مستوى الشعر هذه تقريبا من أهم الأسباب اللي أدت إلى تدني مستوى الشعر في المحاورات سنتكلم في مقاطع قادمة عن التشبيه في الشعر الحضرمي والميزر البلقيك وجمال بداس العظيم تحياتي